لا يحضر اسم الميليشيات وجرائمها إلا ويذكر قيس الخزعلي صاحب اليد الطولة في البناء الميليشيوية الذي هيمن على العراق ومقدراته الخزعلي الذي ظهر أخيراً بلسان التقي في منشوراته وهو يهاجم الميليشيات هو ذاته صاحب مملكة الموت وإمبراطورية المال المنهوب من ثروات العراق وسائل إعلام أمريكية تكشف عن معلومات وتفاصيل دقيقة تتعلق بالشبكة المالية لميليشي العصائب وزعيمها الخزعلي الذي تم وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية مع شقيقه ليث الخزعلي قصة جمع الأموال الضخمة من قبل الخزعلي وشقيقه بدأت بعد سيطرة العصائب على مناطق من محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل وأجزاء من مدينة كاركوك بعد المعارك مع تنظيم الدولة حيث سيطرت هذه الميليشيا على حقول النفط وقامت بإحداث فتحات في الأنابيب النفطية مكنتها من سرقة النفط وبيئه إلى شركات تهرب النفط خارج العراق وبعد سيطرة الميليشيا على مصفات بيجي قامت بتفكيكها وباعت أجزاء منها بنحو 20 مليون دولار إلى تاجر عراقي باعها بدوره إلى مافيا تجارية في دولة مجاورة مسؤولون في وزارة النفط تواطئوا مع العصائب وفقاً للمصدر من خلال إحالة عقود لشركات تجارية وخدمات نفطية مملوكة لأفراد في الميليشيا لضمان بقائهم بحقول النفط تحت مسمى الصيانة ولم تكتفي ميليشيا العصائب بسرقة النفط بل سيطرت على مخلفات وأنقاض الدمار وهو ما يعرف بالسكراب في مدينة الموصل وقامت ببيعه إلى معامل بملايين الدولارات الأموال الكثيرة التي جمعتها العصائب دفعت الخزعلي إلى إنشاء شبكة مالية كبيرة خارج العراق من خلال تحويل الأموال إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رأس واحد من رؤوس الميليشيات نهب كل هذه الأموال فكيف يكون حال بلد ابتلي بمئات الأشخاص من أمثال الخزعلي